موسيقى دعوات لإنهاء وجود المرتزقة في ليبيا عشية انطلاق مؤتمر برلين حمدوك يكشف عن انقسامات بين المكونين المدني والعسكري ويطرح مبادرة للخروج من الأزمة مصادر تكشف عن لجوء الحكومة اللبنانية للانفاق من الاحتياطية الإلزامية رغم انهياره إلى 15 مليار دولار المشيشي يقول انه لا نية لديه للإستقالة والنهضة تؤكد استعدادها لانتخابات الرئاسية وتشريعية مبكرة عمال مصفات طهران ينضمون إلى أضراب العمال في مصحف النفط الإيراني احتجاجا على تدني الأجور نشرة لهم الأنباء من الحدث أهلا بكم والبداية من الملف الليبي حيث قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن إحراز تقدم ملحوظ بشأن الأزمة الليبية يتطلب وحدة وطنية وأخراج القوات الأجنبية ودعت السفارة الأمريكية المشاركين في مؤتمر برلين 2 تقديم التزامات صارمة تمهد طريقة لترسيخ السيادة الليبية وإجراء الانتخابات هذا وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلة المنقوش إنها ستؤكد في مؤتمر برلين حول ليبيا على ضرورة إخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجنب من البلاد دون تفضيل أو تمييز ستكون رسالتنا واحدة بأن الشعب الليبي هو من سيقرر وعبر سنديق الانتخاب من يترأس بلاده ومن يشرع قوانينه وسيكون هدفنا أيضا واحد وهو المصالح بين كل مكونات شعبنا نحر الأبي وسيكون مطلبنا واحد وهو إخراج كل وأي مسلح أجنبي دون تفضيل أو تمييز وأضافت المنقوش إن الحكومة عملت على مبادرة باسم استقرار ليبيا سيتم طرحها خلال مؤتمر برلين وتجعل ليبينا قادة للعملية السياسية لاستقرار البلاد عملنا خلال ثلاثة أشهر الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على إعداد مبادرة وطنية ليبيا أسميناها مبادرة استقرار ليبيا سنترحها خلال مؤتمر برلين الثاني في الثالث والعشرين من هذا الشهر تهدف ولأول مرة منذ سنوات إلى أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار بلادنا وستطرح هذه المبادرة إنشاء مجموعة عمل دولية تترأسها ليبيا تقوم هذه المجموعة بالإنعقاد بصورة دورية على مستوى وزراء الخارجية تهدف إلى دعم وتعزيز الرؤية الليبية لحل الأزمة بما يتضمنه ذلك من تكريس السيادة الوطنية وتحرير القرار الليبي ودعم ومساندة السلطات الليبية في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية بما يخدم مصالح شعبنا برغم توحد السلطة التنفيذية وتوقيع وقف إطلاق النار وبوادر فتح الطريق الساحلي إلا أن هناك تباطئ في تنفيذ بقية البنود ولذلك استدعى الأمر أن نفكر بصيغة عملية نطرحها في هذا المؤتمر تهدف إلى وضع برنامج زمني محدد بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالخصوص وخلاصات برلين فلا يمكن أن نقبل بأن تظل النصوص حبرا على ورق إن النص يستمد قوته حين يطبق على أرض الواقع وهذا التطبيق يستلزم في حالتنا ألية عملية تمزج ما بين العامل الداخلي والخارجي لما تشهده أزمتنا من تداخل بين هذين العاملين موسيقى 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 وفي موضوع ذات سيلة بشأن الليبي أيضا كشف مراسل الحدث في حالتنا من تداخل بين هذين العاملين في ليبيا عن تفاصيل البيان الختمي للجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 والذي أصدرته من الطريق الساحلي بين سرط ومسراطة عقب جولة لمتابعة مدى جهوزيته وأعلن البيان أن فتح الطريق الساحلي سيكون خلال أيام قليلة بعد تكليف غرف العمليات بتنفيذ الملاحظات النهائية تمهيدا لفتح الطريق والسماح بإدخال المعدات اللازمة للحواجز الأمنية على طول الطريق بالإضافة إلى تكليف شركة مختصة لسيانة الأجزاء المتضررة منه في أسرع وقت وضاف البيان أن اجتماعات عضاء اللجنة العسكرية ستستمر لبحث سير الترتيبات الأمنية وللحديث عن كل ما يتعلق بالملف الليبي ينضم إلينا من القاهرة البحث في شؤون السياسية والأمنية الليبية محمد العمامي أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية المبادرة استقرار ليبيا التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية الليبية برأيك ما الذي ستحمله إلى برلين اثنين وهل ستتضمن حلول لكل المشكلات والملفات العالقة وذات الخلاف في ليبيا خاصة موضوع صحب القوات والمرتزقة القوات الأجنبية مساء الخير يا سيدتي إليك والأستاذ المشاهدين أهلا بك هذا الكلام الذي تفضلت به السيدة وزيرة الخارجية هو في الواقع ما يطمح إليه الليبيون وهو ما يريدونه وهو ما يتطلعون أن ينتهي باعتبار أنه الحجرة البانعة لاستقرار البلاد ولكن هل بمقدور الليبيون أن يقوموا بذلك ونحن نرى تجاذبات هنا وهناك بين الدول الفاعلة والدول القادرة على إنهاء هذه المشكلة ونرى أصابعها على نحو ما يتحرك هنا وهناك هناك جهة تتحدث وتحدد المرتزقة والقوات الأجنبية بالفاغنة وجهة أخرى تحددهم في تركيا وكل هذه الأمور أصبحت بين أي القوى العالمية الكبرى أن كل القوات الأجنبية كل المرتزقة بدون أي تمييز يعني إلى أي مدى ممكن أن يكون هناك إرادة داخلية ليبية بالدرجة الأولى وأيضا دولية في مؤتمر برلين ليصار إلى تحقيق هذا المطلب خاصة أنه يأتي قبل الاستحقاق الذي ينتظره الجميع لاستقرار ليبيا وهي الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر أولا دعيني فقط وضح نقطة مهمة لما نقول يريده الليبيون أن أتكلم على عامة التطلعات الليبيين هناك فئة تريد أن تستعين بالأتراك تحديدا لتنفيذ مخطط الماء هذه الفئة هي المتمسكة وهي التي عملت كل هذه الاتفاقيات وكبلتنا بها وغادرت الأمر ليس ما يريده الليبيين الليبيين جميعهم متفقون على خروج القوات الأجنبية وقيام الانتخابات في موعدها تحت إدارة وإشراف كلي القدرة والليبية ولكن هناك من يريد الأتراك باعتبار أنهم هم السند له لا قبول له في الشارع ليس هناك ما يعتقد بعض الناس أن قوتهم في الشارع قوتهم ليس في الشارع ولكن قوتهم فيما تمكنوا من السيطرة عليه من مفاصل الدولة وقوتها واستعانوا بالأتراك إنما الشارع بالتأكيد لا يريد أي أجنب على ترابه هذا فرق كبير بين ما يريده الشعب الليبي وبين من هم الممسكين بزمام الأمور هناك من هو ممسك بزمام الأمور ويريد يستعين بالشيطان مقابل أن يحكم وأن يستمر وهناك من يريد بقاء الأتراك على سبيل المثال لأشياء نقرأ نحن نتكلم على مؤتمر برلين والسيد أردوغان يناقش في كيف تتمكن أو كيف يوفر الخدمات أو كيف يستعين بأدبلجان في تنفيذ بعض المشاريع البيتروكيموية الأمر ليس واضح وضوح الشمس هناك فرق بين ما يريده الليبيون وبين ما يريده الذين يملكون المبادرة والذين يملكون القوة والمتمكنين من مفاصل الدولة هذا هو الأمر بالمقابل أيضا هناك دعوات نعم في المقابل أيضا كما تذكر كل التقارير هناك أيضا إرادة ورغبة دولية بتحقيق هذا المطلب والدفع حتى يصار إلى تنفيذه بشكل عملي كم برأيك تستطيع تركيا في هذه المرحلة تحدي المجتمع الدولي والبقاء في ليبيا وتكرار نفس الموقف بأنهم موجودين في ليبيا بناء على اتفاقية مع حكومة السراج السابقة هذه الاتفاقية يا سيدة باطلة ما يقوي شوكة الأتراك هو أولئك الذين أعلنوا أنهم لا يريدون الروس في ليبيا بمعنى آخر أمريكا لا تريد بقاء الروس في روسيا بأي شكل من الأشكال الأمر مربوط ببعضه البعض يمكن خروج روسيا يأتي معه خروج الأتراك ولكن هم تركوا هذا الأمر حتى يرون ما الهدف ماذا يريد الروس من بقاءهم في ليبيا هل هي فترة مصلحية وأنهم يريدون تأسيس قاعدة أو عينهم على خليج المنبة كل هذه الأمور واردة وبالتالي هذه التجذبات هي بين أولئك الذين لا يريدون أن تكون ليبيا بموقعها الاستراتيجي في يد دولة ليس على أفاق معها نحن نعلم جميعا هناك تجذبات وهناك عدم اتفاق بين أمريكا وروسيا وبالتأكيد ليبيا أحد هذه الأوراق التي يلعبون بها أردغان ليس بمقدوره أن يقول ما يقول ما لم يكن له حد يدفعه أو مصلحة معينة مع جهات الأخرى الأمر ضبابي وهو في أيدي الليبيين ولكن أسف الشديد بعض الليبيين نعم الورقة المصرية أيضا والدور المصري خاصة يعني أن هناك مباحثات كانت أيضا بين الرئيس المصري والرئيس اليوناني هناك اشتراك أو قاسم مشترك بين أيضا البلدين على موضوع التهديد التركي تركيا كانت منذ فترة يعني تلوح ودائما تعبر عن رغبتها بإعادة تطبيع العلاقات مع القاهرة اليوم يعني كيف يمكن أن تكون هذه الحسابات على ضوء المؤتمر المرتقب يوم الأربعاء وأيضا على ضوء العلاقات بين أنقرة والقاهرة أنا أقول لك الذي بالفعل يريد استقرار ليبيا ليس طمعا مثل ما يدعي الكثيرون فيما تملكه من ثروات ولكن من أجل أمنها الاستراتيجي بالدرجة الأولى نحن نعلم جميعا أن مصر مستهدفة من بعض التكدلات مستهدفة من بعد الإسلام السياسي تحديدا كل هذا الأمر واضح ومصر لا تريد من ذلك سوى أمنها واستقرار وجودها أو أمنها الاستراتيجي باعتبار أن ليبيا هو امتداد لهذا الأمن وأن هذه الحدود الشاسعة ما لم يكن هناك أمن كامل في ليبيا سيؤثر بطريقة أخرى على مصر وشهد من قبل الكثير من المآسي التي حدثت جراء ذلك بصر هي راعية وقف إطلاق النار نعم مفهومة هذه النقطة ولكن أيضا في سياق آخر متعلق أيضا بشان الليبي وبالإضافة إلى هذا الملف المتعلق بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية أيضا الخلافات الداخلية حتى موضوع الطريق الساحلية اليوم ينشب عليه تضارب بالمعلومات أو ربما بالمواقف في حشد القوات من قبل المشير خليفة حفتر في الجنوب هذه المسائل كلها كيف يمكن أن تنعكس وتلقي بظلالها على مؤتمر برلين برأيك؟ أعتقد أن ما قام به الجيش الليبي هو متابعة بعض بؤر الإرهاب بعض الدواعش بعض هذه الأمور وليس من أجل السيطرة على الجنوب أما مشكلة الطريق واضحة أنا لا أستطيع أن أقول هذا المبلغ الذي دفع لجهة ما هو أتاوى بل أنا أعتقد أن حقوق مستحقة لهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل وهؤلاء الذين استطاعوا بطريقة أخرى حماية الحدود مثلما يدعون وبالتالي هذه حقوقه أخذوها مقابل هذا الأمر لكن لا أعتقد أن هناك عدم اتفاق الليبيون كلهم مسوام الغرب أو الشرق يريدون أن تعود المياه لمجريها وأن تعود ليبيا كما كانت وأن يظل الطريق الساحلي هو الشريان الذي ينقل النماء والخير والناس من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق هذا الشريان لا يربط بين الليبيين فقط ولكنه يربط بين تونس وبين مصر على سبيل المثال هذا الشريط عندما يكون مفتوحا إنه نماء وخير وحركة لكل الذين يأتون إلى ليبيا أو يغادرونها سواء للعمل أو لأي مصالح أخرى المصلحة الطريق الدائري وفتحه حاجة ملحة للليبيين طبعا ولا خلاف على هذه النقطة أبدا لكن المشكلة التي أشار إليها البعض هي طريقة الإعلان عن ذلك ما الذي يفسر إعلان السلطات في طرابلس فيما هو الموضوع من صلاحية اللجنة العسكرية أو لجنة المباحثات 5 زائد 5 سيدتي هي بالضبط محكاة لأشياء شاهدناها من قبل هذا البولدوزر وكيف امتطاها السيد رئيس الوزارة كلها تقليد لأشياء حالت من قبل ونالت قبول ونظام من الناس لا أعتقد أن الأمر بهذه الجدية أن الهدف هو فرحة بهذا الأمر ولكنه أعتقد أنه شكل من أشكال الاستعراض وما كان له أن يقوم بذلك كنت أتمنى أن أنا أتكلم على رئيس الحكومة كنت أتمنى أن يدعم فتح الطريق بالطرق كافة بالدفع بأي شيء مهم يفتح هذا الطريق ولكن ليس بهذا الشكل الاستعراضي الذي جعله محل الاستفاة الناس بدأت تقول أنه يقلد في أحد قام بمثل هذا العمل امتطت بلودوزر وهد به سجنه مثل هذه الأشياء أعتقد أنه أكبر بكثير من أن يقوم بهذه المسرعية أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات من القاهرة كنت معنا الباحث في شؤون السياسية والأمنية الليبية محمد العمامي شكرا لك إلى السودان أطلق رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مبادرة من أجل تحسين المسار الديمقراطي في البلاد وشملت المبادرة توحيد الكتلة الانتقالية وأصلاح القطاع العسكري والأمني بالإضافة لتوحيد الجيش وتوحيد السياسة الخارجية وإيضا الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الشامل ومعالجة قضية العدالة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب والتوافق على برنامج اقتصادي عبر حوار شامل وتفكيك دولة نظام الأخوان السابق لصالح دولة الوطن وتكوين المجلس التشرعي خلال شعر أنا طرحت هذه المبادرة على كل الغيادات عسكريين ومدنيين وقطاعات واسعة من المجتمع السوداني وسياسيين حواصل هذه اللغاءات على أساس أنه نخلق إمكانية وفرصة لتشاور عريض مع كل قطاعات المجتمع وده بنتوقع أنه ينتهي بتكوين آلية لمتابعة التوافق بتاع السودانيين أنا ذا أسميها آلية حماية الانتقال نتوافق عليها مع بعض ونمشي فيها لبناء السودان الديمقراطي القائم على المواطنة المتساوية كل هذه التحديات هي مظهر لأزمة أعمق والتي أنا ذا أسميها هي أزمة سياسية بامتياز وبالدرجة الأولى ما لم ننجح في حال هذه الأزمة كل الملفات والقضايا التانية تظل واقفة في محلها الأزمة دي المظاهر بتاعتها واضحة فيه التشزي الحاصل في كل المؤسسات التشزي بين المدني والمدني شايفينه في وضع الحرية والتغيير وفي كل الإطار المدني تجمع المهنين الأخيري التشزي أو التجازب أو خلينا نسميه تحديات الشراكة بين المدني والعسكري وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة أستاذ أشرف أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث ما مستوى الخلاف أو التشزي بين المؤسسات مؤسسات الدولة السودانية كما وصفها رئيس الوزراء السوداني بين المؤسسة العسكرية والمدنية وبين العسكرية العسكرية أيضا ما هو حجم الخلافات وكيف يمكن أن تحل عبر المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء السوداني بالتأكيد هذه الخلافات وهذا التشزي قد بلغ مداهو في الأيام الفائتة وظهر جليا نتيجة الخلافات التي وقعت بشدة بين الحاضن السياسية حيث أصبح هناك جسمين للحاضن السياسية اللجنة الفنية لإصلاح قوة الحرية والتغيير وكذلك هناك أيضا المجلس المركزي لقوة الحرية والتغيير ووصل التجازب بين هذه الأطراف وهي تمثل الحاضن السياسية بالنسبة للحكومة لأن اجتمعت كل من هذه الأطراف على حدة برئيس المجلس السيادي الفريق البرهان وكذلك برئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك أيضا بالرغم من أن هناك نفي من قبل غوات الدعم السريع ومن قبل الغوات المسلحة بأنه لا يوجد خلاف أو تجازب بينهما إلا أن التماس ذلك بضع واضحا وجليا في كثير من المواقف في الأيام الفائتة وهذا أيضا يعني أن هناك خلافات أيضا فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية داخل المؤسسة العسكرية لأن كما تعلمين هناك فصائل وقعت على اتفاق جوبا في اكتوبر الماضي وهي أيضا بدأت تجأر بالشكوى بأنه حتى الآن لم يتم إكمال عملية الترتيبات الأمنية في حين أنها قامت بإبعاث عدد من قواتها وهي ليست قوات صغيرة وإنما بعدد كبير وهي تتواجد الآن بالخرطومة العاصمة وهذا ليس صحيحا ولا مدرجا فيما يتعلق بجدول الترتيبات الأمنية مما يعني أن هناك حساسية في الموقف من يعرقل هذا ما هي الأسباب وراء هذه الخلافات حول تحقيق تفيد اتفاق السلام من الواضح أن الغوة التي تشكل الحكومة الحالية أو الغوة السودانية التي الآن هي تسيطر على الأمور بعد التغيير الذي حدث في السودان وزاح المخلوع البشير هي عبارة عن فسيفساء وهي ليست قوة واحدة هي غوة مكونة بالنسبة للحاضنة السياسية غوة الحرية والتغيير لأكثر من مئة فصيل فبالتالي ليس من الطبيعة أن لا توجد خلافات بينهما لكن في بداية الأمر كانت هناك تباينات في وجهات النظر ولكن أصبحت الآن هي أغرب إلى النعمة من التشصي وكادت أن تكون عبارة عن شغاغات بين مجموعات وكتل داخل غوة الحرية والتغيير أيضا المجموعات العسكرية التي كانت أيضا متواجدة أيضا بدأ الخلاف يصهر إلى السطح فيما بينها إذن كذلك كان هناك أيضا خلاف فيما يتعلق بالشراكة بين المدنيين والعسكرين إذن مجمل هذه الخلافات كما قال رئيس مجلس الوزراء اليوم كانت هي خلافات فيما يتعلق بالتباين في وجهات النظر إلا أنها أضحط خلافات عميغة تستدعي إدخال المشرط بشأن المعالجة وهو ما جعل الرئيس مجلس الوزراء يتقدم بهذه المبادرة أنه يقوم بتحسين الفترة الانتقالية من الانهيار وأن لا تعدس فيها إشكالات في مقبل الأيام كيف برأيك متوقع مدى استجابة كل الفرقاء وكل التكتلات أيضا التي تحدثت عنها للمبادرة التي طرحها رئيس الوزراء السودانية اليوم لم يجنح أحد للرفض كلهم كانوا يؤكدون دوما أنهم مع الإصلاح وأنهم مع أي خطوات إصلاحية وأنهم مع أي خطوات يمكنها أن تقوي من الشراكة التي يمكن أن تخرج بالسودان إلى بر الأمام إذن التحدي المحيد الذي يواجهه رئيس مجلس الوزراء هو أنه يستطيع أن يجمع كل هذه الفصائل وربما أن يكون هناك اختلاف على أن هذه المبادرة من المفترض أن لا تطرح على القوة التي كانت جزء من نظام البشيرة السابق وربما هذا يكون هو أحد مكان من الخلاف إذا كانت توسيع غصد به الرئيس أن تصل المبادرة جميع الأطراف عدى المؤتمر الوطني سيكون هناك خلافا حول بغية الأحزاب التي شاركت النظام البعيد في أنها لا تكون جزء من هذه المبادرة هذا هو مقمن الخلاف الذي يمكن أن يكون وهذا هو التحدي الوحيد طيب كيف ممكن أن نتوقع أن يكون المشهد أو السيناريو في المرحلة المقبلة في السودان خاصة قبل نهاية الشهر وهناك من يرى بأن هذه المبادرة وهذا الخطاب جاء قبل أيام قليلة فقط من موعد قد يكون لتظاهرات أو تجديد التظاهرات في السودان بالفعل هناك ترتيبات من غبل القوة التي ترى أن الحكومة حادث عن خطة ثورة وأنها اختطفت الثورة وأنها غالت ستغوم بإحداث تغيير جزري ولكن هذا الخطاب يخاطب الجميع بما فيها هذه القوة التي يتقدمها الحزب الشويعي السوداني هو يخاطب جميع القوة السياسية بأنها لا بد أن ترعوي وتعود إلى صوابها لأن الخلافات باتت مؤثرة وبلغت مداها ويمكن أن تؤثر بقدر كبير على استغرار الفترة الانتقالية إذن التوقيت قد يكون هو سليم لأن هناك بالتأكيد الآن واضح جدا أن هناك حدة فيما يتعلق بالخلافات ولا أضع من طرح رؤية للحل بشكل واضح الجديد في هذا الغضية أنها أصبحت واضحة ومكشوفة للشرع السوداني والشرع السوداني أيضا يستطيع أن يضغط إذا أقام بدعم مبادرة حمدوك ووجد رواجر لديه فبالتأكيد ستضغط على كل القوة السياسية الأخرى خاصة أن هناك تململا في أوساط الشارع بأن الحزاب السياسية لم تقم بدورها الكامل فيما يتعلق بعملية التغيير ولا زالت أدوارها ليست كما ينبغي لها أن تكون أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات والإضاحات من الخرطوم كنت معنا أشرف عبدالعزيز رئيس حرير صحيفة الجريدة شكرا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعض الفاصل إقالة محافظ ماطار قرطاج وأربعة مسؤولين عمنيين بعد تمكن إرهابي من دخول تونس قادما من تركيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بأكملها النشرة الصباحية كن مستعدا في كل يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد إلى لبنان على قيد التصفي والصرف لأنه في رئيس جمهوري ببقيله سنة ونصف مش هيقبل انفجار بوجهه وهناك إمكانية نوعا ما يعني ضغط على هذا الانفجار من خلال الصرف وهناك حكومة مستقيلة ليس هناك من حكومة فاعلة مش هيقبل كمان يكون الانفجار بوجهه سيستمر في عملية الضغط على البنك المركزي في عملية الصرف وهناك كمان حاكم بارك مركزي عاش 30 سنة 28 سنة حماية لليرا اللبنانية وأيكوني في حماية الليرا اللبنانية بعد ذلك كمان حوالي سنتين سنتين وشوي كمان مش هيقبل يكون الانفجار بوجهه أنا أرى أن هذه الأموال موضوها للتصفي والصرف كنت بالسابق أقول أن الحاكم عندما كان يصرف ويعمل سياسته النأدية في حماية الليرا اللبنانية هو لبقاء البلد المحتمال أنه يرجع البلد ينهض أنا شايف اليوم الصرف سيكون لبقاءهم هم ما في عندك كطاع مصرفي بدون اقتصاد منتج ما إلو دور للكطاع المصرفي بدون اقتصاد منتج اللي خلى دور كطاع المصرفي في لبنان لحقيقة ينحرف عن أهدافه الاقتصادية الصحيحة هو وجود مدين كبير اسمه الدولة لو لم يكن هذه المالية تستدين بشراها من الكطاع المصرفي لما كان الكطاع المصرفي كبر بهذا الورم الكبير لكن قدر يعرف تماما حجمه هو حدوده هو حدوده الاقتصاد المنتج لو ما في عندي دولة تدين كيف بتحمل أنا 120 مليار دولار ودائع ليس لها استعمالات بس إجت 100 مليار دولار الدولة تدينين نحنا سكرنا بلادنا كنا بعلاقة كتير منيحة مع العالم العربي كنا بعلاقة كتير منيحة مع العالم الغربي نحنا حصرنا نحنا علاقتنا بأنه بدأت تكون بمحور عم نقول نحنا باتجاه معين هذا الاتجاه المعين ما في يحملوا البلد ما في يحملوا بلاد بتسكيروا ومش أنه هو سبب بأزمة هو السبب زاد الأزمة أزمتنا بعد يعني ما تسكرت البلاد بوجه الآخرين ما فيك تتخلي عن هويتك وقوتك الحقيقية من ما هو السياحة ومن هو قطاع مالي وقطاع مصرفي تغنينا فيها بالسابق لأنه كان إلى مراكز قوة ولا تزيل عنا مراكز هذه القوة بس نحنا عم نهدمها بإيدنا من بيروت تنظم إلينا السحفية المختصة في الشأن الاقتصادي مع حسن مرسل سيدة محسن أهلا ومرحبا بك معنا دائما على شاشة الحدث بداية ما هو حجم المخاطر وتابعات المضي في صرف أموال الاحتياطية الإلزامي في لبنان أولا مساء الخير يعني هذا ليس احتياطي إلزامي بل هي توظيفات إلزامية فردت على المصارف منذ العام 2001 عنيت بها التوظيفات الإلزامية بالدولار الأمريكي لأن المصارف في لبنان هناك نوعين من التوظيفات توظيفات طوعية هي قامت بها لدى مصرف لبنان أو ما يعرف بالهندسات المالية لحصول على فوائد عالية جدا وهنا سبب الفجوة المالية وهذه التوظيفات الإلزامية التي أيضا حصلت المصارف على فوائد بالدولار الأمريكي أتت بعد العام 2001 بموجب مرسوم حمل عفهم بموجب تعميم حمل الرقم 7926 للتحكم بالكتلة النقدية بالدولار الأمريكي عندما بدأت دولارة الاقتصاد اللبناني فيما يتعلق بموضوع هذه التوظيفات الإلزامية الخطر الذي يطالها اليوم سبق وطال المصارف التي سبق واستعملها مصرف لبنان عندما تدخل بائعا للدولار للحفاظ على ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية ولتمويل عمليات الاستيراد بالتالي اليوم تحريم استعمال هذه الأموال وتحليل استعمال ما قبلها يكاد يكون إلى العدم مصرف لبنان يحلل ويحرم كما يشاء اليوم فيما يتعلق بهذا الأمر يحرص حاكم مصرف لبنان بالتحديد للحصول على قانون من قبل مجلس النواب ليغطي نفسه فيما بعد تجاه أي دعاوة ترفع من الموديعين ليس فقط في هذه الأموال بل بجميع الكتلة النقدية والبالغة 120 مليار دولار إنما الخوف اليوم هو ماذا؟ هو في حال استعملت هذه الأموال لدى السلطة لشراء مزيدا من الوقت ولتجنب حصول انفجار اجتماعي كما قال الأستاذ سمير حمود قد نتجه فيما بعد وفي حال لم تشكل أي حكومة وفي حال لم يقم بالإصلاحات الواجب تنفيذها إلى الاتجاه للنظر على الذهب اللبناني الذي يمنع استعماله اليوم قبل صدور قانون من مجلس النواب لذلك يعني هذه الأساليب التي تجعلها متى ممكن أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟ أساسيا؟ يعني اقتصاديا؟ ما يتعلق بموضوع استعمال الذهب؟ نعم يعني كما تعلم اليوم نحن في ظل انهيار اقتصادي كبير جدا هناك اتجاه لرفع الدعم عندما نتكلم عن رفع الدعم نتكلم عن ذوبان لكافة الطبقات الاجتماعية لسيما الصغيرة والمتوسطة منها نعني عن انهيار اجتماعي وانفجار اجتماعي ضخم لذلك ستلجأ هذه السلطة إن كان لتمويل البطاقة التمويلية من خلال اللجوء إلى الاحتياطي الإلزامي أو توظيفات إلزامية أو من خلال تمويل بعض من عمليات الدعم ولكن في حال انفقت هذه الأموال من أين ستأتي السلطة بأموال يعني هذه الأموال المدعين ستتجه للأسف إلى تسييل الذهب وهنا الخطر الأساسي لذلك المقصود اليوم فيما يتعلق بموضوع الدعم كانت سياسة الدعم خاطئة جدا ولكن هناك انفجار اجتماعي على الأبواب على الحكومة أن تدرس خياراتها بأكثر من العقلانية أو العملانية في حال توجهت لاستعمال التوظيفات الإلزامية لدى مصر في لبنان أن تفي أولا بأموال صغار ومتوسطين ودائع ومن ثم أن تلجأ إلى الدعم الموجه أي إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة وليس إلى دعم الكرتلات الذي وللأسف تبدد أكثر من 8 مليار دولار من أموال المدعين أو ما يعرف بأموال الدعم استفادت منها الكرتلات من خلال التخزين والتهريب إلى كافة أرجاء المعمورة لسيما إلى سوريا لذلك اليوم المطلوب مراقبة جدية وفعلية لأننا حتما وحكما ستتجه الدولة في مكان ما لتحليل استعمال ما تبقى من أموال المدعين أو ما يعرف بالتوظيفات الإلزامية الخوف من بعد نفاذ هذه الأموال أن يكون العين أو الاتجاه إلى تسييل الذهب من خلال إصدار قانون من قبل مجلس النواب يجيز سواء رهن جزء من الذهب أو بيعه في حال نفذت هذه الأموال المتبقية والبالغة على ذمة مصرف لبنان قرابة 15 مليار دولار بعدما خفض نسبة 1% وأعطاها للمصارف لتقوم بإفاء ما يعرف بـ 400 دولار نقدي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر بناء على ذلك ما هو مصير أموال المدعين اللبنانيين في المصارف اللبنانية وإلى أي مدى ترين أيضا اقتصاديا ما ينادي به البعض بأنه يجب الحجز على الممتلكات التي تعود للمصارف كخطوة سريعة صحيح ربما لهذا الوضع نعم نعم أولا المصارف التجارية هي من أساءت الاتمان للأموال المدعين وبالتالي هي ملزمة برد هذه الأموال بعملة الوديعة يعني عنيت بها بالدولار الأمريكي لأن الفجوة الأساسية اليوم يعني الفجوة المالية أو المصيبة الأكبر التي حلت بنا اليوم في لبنان هي أموال المدعين تبخر أموال المدعين يعني كرابة نتكلم اليوم يعني في حال استعملت هذه الأموال عن 120 مليار دولار بالتالي وجب الحجز على حجز على أموال سواء أعضاء مجلس الإدارة أو أصحاب المصارف لأنهم هم من أساءوا إلى التصرف بهذه الأموال هم من استفادوا من خلال التوظيفات أقردوا دولة أولا لديها من المخاطر الاتمانية العالية جدا طبعا أساءوا أيضا إلى كل معايير التسليفات المتعلقة بالتحوط وأخذ الحيطة والحدى فيما يتعلق بموضوع المدين ثانيا أيضا أود أن ألفت الانتباه بأن كل التوظيفات التي حصلت للدولة اللبنانية والفوائد عليها هي أخذتها يعني أخذها كبار المودعين والمحضيين وأخذها عضاء مجلس إدارة وأخذوها أصحاب المصارف بالدولار النقدي ولم تسجل هذه الفوائد المرتفعة على الشاشات حولوا هذه الدولارات للخارج وهم اليوم يعيشون بنعيم للأسف هذه الفجوة المالية اليوم يلجأ مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وبتغطية من أهل السياسة لإطفاء هذه الفجوة من خلال لبنانة الودائع أي طبع الأموال بالليرة اللبنانية وإفائها للأسف وإفائها للمودعين مما يأدى إلى انفلاش الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار ودخلنا بدوامة نحتاج إلى يعني عشرات مليارات الدولارات للخروج منها لذلك وجب التحرك قضائيا للحجز على أموال أصحاب المصارف وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المودعين الذين استفادوا من الهندسات المالية وإعادة الأموال الصغار ومتوسط الودائع ومن ثم إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبناء قطاع مصرفي جدي وفعلي يقوم على الإقعاد للاستثمار وليس كما حصل في بنان الأسف أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات وتوضيحات من بيروت كنت معنا أسحفية مختصة فشان الاقتصادي مع حاسن مرسل شكرا لك توقعت صحيفة تركية هزيمة انتخابية تاريخية لرئيس رجب طيب أردوغان وصحيفة شبهت مسيرة الاقتصاد في تركيا بمسيرة أردوغان مقسمة إياها إلى ثلاث مراحل صعود ركوت فانهير أردوغان يسير نحو هزيمته التاريخية تحت هذا العنوان نشرت صحيفة يينيتشاغ التركية تقريرا ربطت فيه بين الاستقرار الاقتصادي سابقا ونجاح الرئيس التركي انتخابيا ليتوقع له بفعل الربط عينه هزيمة وصفها بالتاريخية مسيرة الرئيس التركي وفق التقرير تقسم إلى ثلاثة مراحل صعود، ركود، فانهير الصعود مرحلة أرخت بين عامي 2002 و2018 حينها اختار الأتراك حزب العدالة والتنمية في تلك الفترة أبدأ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اهتماما بالصفحة الجديدة في تركيا فأخذ رأس المال الأجنبية تضفق فكانت بيئة اقتصادية مستقرة مع سعر صرف للدولار تتراوح بين 1.2 و1.8 وحظي أردوغان بدعم شعبي ضخم إلا أن هذا الاستقرار سيشهد مطبات ستحدث تقلبات وسيصل سعر الصرف إلى 3.7 بين عامي 2013 و2017 وبين محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 وقبلها الحرب في سوريا بدأ الركود الاقتصادي الكبير ركود دفع أنقرة إلى ضخ أكثر من 200 مليار ليرة في السوق فسطع نجم الاقتصادي مهديا بالفعل الانتصار لأردوغان ولكن تلك الهدية الشعبية لأردوغان ستنقلب بعد عام خسارة لحزبه في رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة المرحلة الثانية الركود بين عامي 2018 و2020 أزمة القص الأمريكي أندرو برونسون الذي احتجزته أنقرة عام 2016 لعامين أثرت سلبا على الاقتصاد المعتمد على الخارج وفي شهر أغسطس 2018 حطم سعر الصرف أرقاما قياسية في التدهور بوصوله إلى 7.21 أما المرحلة الثالثة والأخيرة والتي سميت بالانهيار فهي تبدأ من العام 2020 أتت جائحة كورونا فكشفت زيف شعارات الحزب الحاكم الشعبية بطالة، موت، وغياب شبه كل ليل للكمامات في الأيام الأولى في حين وبحسب التقرير فإن الأقلية المقربة من الحزب الحاكم كانت تعيش حياة الترف يوم كان الشعب يعاني من ظروف عصيبة ويرى التقرير أن الحزب الحاكم يصر على نموذج اقتصادي قائم على نظام الإنتاج المعتمد على الاستيراد والقرود ويعطي الأولوية للشركات والأشخاص الموالين له وهذا اختيار سيؤدي إلى انهيار فهزيمة صاحقة في صناديق الاقتراع إلى إيران أضرب عاملون في مصفات طهران للنفط عن العمل احتجاجا على تدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية لينضموا بذلك إلى أضراب عمال قطاع النفط في إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بوير وأحمد جنوب غربي إيران عن اعتقال أكثر من 100 شخص يوم الانتخابات في إيران وقال المدعي العام في ياسوج أن أكثر من 100 شخص ساعتقلوا أثناء الانتخابات بمن فيهم قائم مقام المدينة وعدد من مراقبي صناديق الاقتراع وجاءت عمليات الاعتقال على خلفية احتجاج المعتقلين على نتائج انتخابات مجلس المدينة إلى تونس كشفت قيادات في حركة النهضة أن الحركة مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في البلاد وكانت الحركة أكدت أن زعيمها ورئيس مجلس النواب تونسي راشد الغنوشي قبل باللقاء مع الرئيس قيس سعيد وقالت الحركة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الغنوشي التقى بمستشاره السابق لطف زيتون الذي اقترح عقد اللقاء بين رئيسي الدولة والبرلمان لتناول الأوضاع الصعبة لتونس وأضاف البيان أن الغنوشي رحب بترتيب اللقاء لقناعته أن السبيل لحل مشاكل تونس تكون بالتوافق والحوار كما جاء في البيان قال رئيس الوزراء تونسي هشام المشيشي أن السقالته من الحكومة أمر غير مطروح بالمرة جاء ذلك إجابة على سؤال في مقابلة مع إذاعة شمس التونسية حول العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية ما يبدو أن رئيس الجمهورية طالب برحيل حكومة المشيشي والله مش ما تروح هذا أنا من كيف قلوها ما نحن ناس مسؤولين ونحن أمام هذا الظرف وأمام الوضع هذا نخدمه والمطروح أمامنا كما قلت لك أنقاذ البلاد أنقاذ الوضعية الاقتصادية استقالتك مش مطروحة ليه مش مطروحة بالكل المسألة هذه أنا قاعد نسمع فيه في حديث معناها حتى في السياسيين أكدت وسائل أعلام المحلية أن محافظة مطار تونس قرتاج دولي وأربع من كبار مسؤولي الأمن في المطار أقيل من مناصبهم وذلك بعد تمكن إرهابي من دخول البلاد قبل أن يتم اعتقاله لاحقا في محافظة يريانا في العاصمة وكان الإرهابي جمال الرحاني تمكن من دخول تونس عبر مطارها الدولي بعد أن تم ترحيله مؤخرا من تركيا حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة انتمائه لتنظيم 11 وللحديث عن نشان التونسي ومعلومات أوفى من تونس ينضم إلينا مفاد الحدث الخليل والدجدود الخليل أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة التحركات كثيرة وتصريحات كثيرة على الساحة التونسية أبرز المستجدات التي تشهدها هذه الساحة وتفاصيل حول أي لقاء مرتقب بين الغنوشي والرئيس التونسي قيس سعيد ما هو واضح أن الاتجاه نحو حل الحكومة والبرلمان كحل للأزمة التي تعيشها تونس وهي أزمة متعددة الأبعاد وكما طالب بذلك بعض الفركاء من خلال إبعاد هشام المشيشي وراشد الغنوشي لامتصاص الغضب الشعبي والتوافق على حكومة جديدة وبناء مشهد سياسي جديد في تونس حكومة تكون قادرة على مواجهة المعضلات الصعبة التي تواجهها البلاد هذا الاتجاه الآن يبدو أنه يواجه مزيد من المشاكل مع تمسك الغنوشي والمشيشي بمقعدهما مشاورات مكتفة لنا بختلف الفركاء هل هناك أي تفاصيل حول أعلان البرلمان أو الغنوشي تحديدا بأنهم لا يمنعون موضوع الانتخابات التشريعية المبكرة راشد الغنوشي لم يتجاوب منذ البداية مع مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد كان يرمي من خلال هذه المبادرة إلى بلورة مشهد سياسي جديد في تونس وبناء توافق وطني تنبثك عنه حكومة قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس الغنوشي عرض منذ البداية هذه المبادرة عندما حاول تحجيمها في حوار اجتماعي واقتصادي لا يتناول القضايا السياسية الرئيس قيس سعيد ذهب إلى ما هو بعد من ذلك وطلب بأن يتطرك الحوار إلى استفتاء دستوري ودعا لتغيير النظام السياسي في البلاد الآن الغنوشي عندما اليوم سعى لأن يكون ناشط إخواني قياد إخواني مستقيل البديل عن وساطة الاتحاد العام التونسي للشغل وهو يتنقل الآن كسعي بريد بين الغنوشي والرئاسة بهذا الشكل يريد إسقاط مبادرة الحوار الوطني وأن تحافظ الحركة الإخوانية على هيمنتها على المشهد السياسي في تونس حضرها في البرلمان وفي الحكومة كل هذه الأمور تدفع الوضع في تونس نحو المزيد من التأزم ولهذا نجد الدعوات لتحريك الشارع واستمرار مطالبة باستقالة الحكومة وبقالة الغنوشي أو خروج من رئاسة البرلمان بما أنه شخصية جدرية وتشكل جزءا من المشكلة التي تواجهها تونس في نفس الوقت تأن محافظات تونسية تحت وطأة أشرس هجمة من وباء كورونا ويتفاكم الوضع الاقتصادي والاجتماعي ويزداد الوضع المعيشي لغالبية التونسيين يزداد صعوبة ويتدهور باستمرار نعم خليل هل هناك أي معلومات بثلاثين ثانية فقط عما جرى في المطار فيما يتعلق بموضوع الإرهابي الذي دخل من تركيا كل ما هو متوفر حتى الآن هو أن هذا الإرهابي معروف لدى أجهزة الأمن التونسية تمت إقالة خمسة مسؤولين أمنيين كبار من بينهم محافظ المطار التحقيقات جارية في هذه القضية هناك خشة من أن يكون وراء دخوله من أن تكون وراء دخوله أهداف لعملية إرهابية نعم انتهى وقتنا شكرا جزيلا لك من تونس موفاد الحدث الخليل والدجدود نهاية هذه النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر